المشاهدين الكرام دائما الظواهر التي نعايشها ونشاهدها يمكن الحديث عنها ضمن ثلاثة منظومات المنظومة الهيكلية التي تشكل قوامها ثم المنظومة القيمية التي تشكل الإدراك المتبادل ثم المنظومة التفاعلية التي تشكل المعاملات والحركيات سوف أبدأ بالإجابة على سؤالك بشكل مباشر تشكلت المنظومة الهيكلية الحالية على ضوء التطورات التي حدثت في النظام الدولي النظام الدولي أصلا المعاصر تشكل بدءا من معاهدة وستفالية التي كانت عام 1647 أعتقد وهذه المعاهدة شكلت مسألة السيادة وحق البلدان في سيادتها ثم بعد ذلك تطورت المنظومة وصلنا إلى مراحل متطورة إلى أن انتهت الحرب الباردة وبنهاية الحرب الباردة نشأ نظام دولي جديد يقوم على مبادئ مختلفة وحتى الآن لا توجد قوة واحدة مهيمنة على هذا النظام ثم إن الدولة نفسها أصبحت تعاني من ظاهرة تآكل السيادة السيادة الدولة أصبح هناك قانون دولي تحت وهناك ما يعرف بحقوق الإنسان وغيرها موافق دولية أيضا هي تتذكر في الحكم داخلها ومنظمات دولية تضغط لفرضها هذه المسألة لم تعد الهامش الحركة المتاح للدول والحكومات لم يعده ذلك الهامش الكامل هنا جاءت منظمات ما يعرف هناك كانت زمان ما يسمونها بالنجي أوز المنظمات غير الحكومية versus المنظمات الحكومية جي أوز versus إن جي أوز إن جي أوز هي نشأت بدور فاعل وأصبحت تقوم بدور مكمل وأساسا هي تخدم العلاقة على مستوى الجراس روتس على مستوى القاعدة الشعبية يعني مثلا اتحاد فنانين في السودان واتحاد فنانين في أي دولة أخرى يمكن أن يتعاملوا كمنظمات مجتمع مدني جمعيات صداقة هنا وجمعيات صداقة هناك يمكن أن تتعامل رابطة للمزيعين هنا وهناك يمكن رابطة للممثلي يعني هنا يحصل التفاعل على المستوى القاعدة بغض النظر عن مواقف الحكومات تجاه بعضها البعض يعني بنعلم النقطة دي بالتحديد قد تكون هناك مواقف سياسية يعني هي مثلا أفضت إلى قطيعة على المستوى الرسمي السياسي ما بين الدولتين ولكن تظل دوار الشعبية مضاشرة دائما العلاقات قد تسوء بفعل تصريح يمكن أن يكون شخص صرح تصريح أغضب الدولة الأخرى يمكن أن تتوتر العلاقات لكن هذا لا يؤدي مثلا إلى إرجاع الناس بالطائرات وعدم بطاهم الفيزا يعني هذه مشكلة كبيرة جدا تحدث في العلاقات ويروح ضحيتها وناس أبرياء ومصالح أبرياء بالتالي المسألة هنا تتغير وتختلف ويجب الاحتكام إلى معايير أكبر وأوسع حتى يعني تظل العلاقات الشعبية والإنسانية يعني هنا يأتي المجتمع المدني ليمارس دوره وطبعا أنا أشير إلى مسألة مهمة جدا جدا وهي أن نفرز المجتمع المدني بشكل صحيح يعني هناك فيلسوف اسمه التهانوي عنده كتاب اسمه كشاف الفنون يقول في هذا الكتاب التعريف الجامع المانع لا مجال له إلا في الرياضيات يعني أنت في الرياضات بتقول ألف هي بأ خلاص هذا تعريف لألف لكن إذا قلت ما هو المعقول هنا لا يوجد تعريف جامع ما ما هي السياسة ما هو المجتمع هنا تجد تتداخل الأمور يعني لا يوجد التعريف الذي يجمع الخصائص المتشابهة ويمنع ما ليس متشابه هذا هو المعنى المجتمع المدني تعريفه هو المجتمع المدني البعيد عن التأثيرات السياسية نحن الذي يعارض الحكومة في بلده ولا أي بلد هذا حقه لا تستطيع أن تقول له لا والذي يؤيد الحكومة في بلده أو خارج هذا حقه لا تستطيع أن تقول له لا لكن الذي يهمه هو مثلا أن يعمل الطبيب العملية الجراحية بالإتقان المهني المطلوب وبالمستوى المطلوب أقول لك شنو التميز هو الشيء المهم في كل شيء هذا هو هدف المجتمع المدني تحقيق التمييز عن طريق تبادل الخبرات والتعاون وما شابع ذلك صحيح هو يعني تعاون المجتمعات مع بعض البعض على المستوى المجتمع على المستوى الشعبي أكيد له أدوار كبيرة جدا نتكلم عن أهمية وجود الصداقات الشعبية تحدثنا عن دور كبير جدا عندما تكون هناك أزمات على المستوى السياسي ولكن هل هناك أدوار خاصة بالصداقات الشعبية وبيئة دمماسية الشعبية أنا أفهم يعني الديبلوماسي نفسها هي هناك أوفيشال ديبلوماسية رسمية في ديبلوماسية هي بسموها ببليك ديبلوماسي لكن هي أساسا مقصود بها الصداقات وتوجد جمعيات صداقات في السودان منذ فترات طويلة جدا جدا يقوم بها دائما الناس اللي كانوا بيمشوا بيدرسوا بره وبيوا أو اللي لوم إقاماتوا بيوا عندهم علاقات مع الدول لكن التركيز بتاعه كان دائما على البعد الاجتماعي يعني مثلا مجموعة قروا في بلد معين جوا شكلوا جمعي الصداقة بيبدوا يتزاوروا يعملوا رحلات أو لما يسافروا ناك لكن البعد بتاع التعاون نفسه يعني نقل المعرفة كان هو البعد الغائب المفقود في الزمان مثلا ما كان في جاليات سودانية بره لكن دلوقتي أصبحت المسألة أكثر عمقا يعني الزمان كان السودانيين يمشوا بريطانيا يمشوا غربة يتعلموا أو كده وإيجوا أو يقضوا إجازات صغيرة لكن دلوقتي صار في جالية موجودة هناك في كل بلد أوروبي توجد جالية سودانية بعضهم لاجي بعضهم يدرس بعضهم يعمل حسب توجهاتهم هذا حقهم لكن المهم هو ربطهم بالوطن ربطهم بالوطن من خلال الحياد الإيجابي تجاه قضايا الوطن يوجد مستويين من الأداء السلوكي إزاء الوطن هناك ما يعرف بخصائص الستيت هود الدولة السودانية حدودها شعبها واحد وحدتها مؤسساتها حمايتها كده هذه مسألة مهمة جدا حتى أننا منفوض في موضوع تاني بتغرير مصير وانفساد لكن هناك الحكومة السودانية الموقف من الحكومة السودانية إذا كان تأييد أو معارضة هذا حق للمواطنين وإذا كان حياد من حق أي زول يكون محايد أو يعارض أو كده لكن الموقف من الدولة السودانية نفسها الذي يقول بتقرير المصير هذا يجب أن لا يقول أنا سوداني لأنه إنت عاوز تقرر مصيرك من السودانية الذي يقول عاوز يعني انفصال برضو ما مفروض يقول أنا سوداني صحيح أنا سوداني هذه كلمة يجب أن نفهمها كاملة الدسم نعم طيب أستاذ عبد المنعم كان المفهوم بالنسبة للكثيرين حتى المرتبطين بالصداقات الشعبية كانوا بيشوفوا أبسط من كده بي كتير زي ما ذكرت أدوار لا علاقة بالأدوار المجتمعية إقامة حفلات ثقافية وليالي ثقافية وكده لكن العرف نوم من خلالك الآن هي قد تتقاطع هذا المفاهيم مع مفاهيم كثيرة جدا جدا رسمية وعليها يعني خطوط حمراء هذا الوعي بأدوار الصداقات الشعبية والعلاقات الدبلوماسية الشعبية ما بين الدول هو وعي لصفه من الناس تقوم بهذه الأدوار ولا ممكن يكون نقدر نقول إنه وعي عام ينتقل للمجتمعات ومن خلاله تعرف لكل شخص يكون عنده دوره نعم دائما هناك ما يعرف بالوزن والوزن بيتحكم في معادلات الدور والمكانة وزنك هو اللي بيحدد دورك ودورك بيحدد مكانتك لما يكون عندك دور وعندك مكانة بيكون عندك وزن وإذا عندك وزن لازم يكون عندك الاثنين الناس اللي كانوا في الفترات الفاتت كانت فكرة المجتمع المدني والمعاملات المدنية نفسها غير واضحة بالنسبة لهم وبالتالي هنا يعني نحن ما قدر نقول إنه ما عندهم وزن لكن هما عندهم مكانة باعتبارهم ناس يدعلم وبره وقره لكن ما كان عندهم دور لكذا المعادلة كانت مختلة أنت يكون عندك دور ومكانة هذا هو الشيء اللي بيحدد وزنك أنا حسب تجربتي في الجمعية أول شيء يعني الصديق العزيز الأخ وابن الحارة يعني عادل عثمان عوض جبريل هو اللي ضماني للجمعية اللي جمعية الصداقة الهولنية كنت أنا باحث بكتب عن قضايا الهجرة والأشياء دي في بعض المجلات وكذا فهو اللي أقنعني بالفكرة وأنا نفسي ما كنت مدعمل معه بهذا العمق لكن فيهمت المسألة وشاركنا في ملتقى الهجرة والتنمية الثاني في جامعة ضنقلة واستضافونا في ضنقلة كمجموعة من الناشطين قدمنا أوراق وندوات وأنا شاركت بورقة عن الهوية السودانية في المهجر كمان بعدها جات فكرة الملتقى التاني في لهاي كمان برضو كانت المسألة كانت حدث لافت للنظر وكان مهم جدا جدا حتى أنه يعني لاحظ دول الاتحاد الأوروبي كانت على قطيعة مع السودان وما زالت هناك قطيعة لكن عندما يقتنعوا بالفكرة دي الدونة قاعة تدبع للخارجية الهولندية لاحظ قاعة تدبع للهولندية ولم يت 17 شخص السفارة الهولندية لم تتردد لحظة في إعطاءهم كامل الفيز لم يسألوا لهذا ولا ذاك ولا غيره وال 17 شخص اللي مشوا ديل مشوا مكانوا كلهم يعني ليسوا محسوبين على أي جهة بعينه صحيح أنه بعض الناس نظروا للموضوع باعتباره فعالية رسمية والبعض نظر له فعالية شعبية لكن نحن كما نظرنا لأنفسنا حاولنا أن نعكس هذه الصورة نحن مهمتنا السوداني الموجود هناك مستاذ جامعة طبيب مهند هذا هو مهمتنا واحد اثنين مهمتنا المؤسسات المدنية وليس السياسية جامعات جامعة الضنقلة كانت حاضرة معنا جامعة النيلين كانت حاضرة معنا جامعة الأسهري كانت حاضرة معنا جامعة الأحفاد كل هذه الجامعات كانت معنا جامعة المختربين كانت معنا ومسلت برؤساء جامعات جامعة الضنقلة مثلة شخصيا بروفيسور سعد الدين مدير الجامعة جامعة الأسهري مثلتها بروفيسور السهام مديرة الجامعة ومعها دكتور آدم عميد الدراسات السودانية والدولية أيوان احنا معاكم سعد الدولون هنجي ونقف على الأنشطة من خلال أنتم بتسقطوا هذه المفاهيم مرتبطة بالصداقة الشعبية مع دولة هولندا ويمكن كمفهوم عام مع كل الدول لكن خلينا معاكم نطلع نشاهد هذه المادة مع المشاهدين نتابع ونرجع لكم تعالى شكرا شكرا شكرا